حسن مسؤول الإسماعيلي لاتفاق للتعاقد مع المغربي هشام بوسفيان مهاجم مالجة الأسباني والوداد البيضاوي السابق لمدة ثلاث مواسم بعد مفاوضات مكسفة جرت مع اللعب كللت بالنجاح وينتظر وصوله الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة وكان نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي وزملائه الأعضاء بناء على الترشحات المقدمة إليهم من علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وأهاب جلال المدير الفني للفريق وفقوا على التواصل مع هشام بوسفيان وإقناعه الانضمام لقلعة الدرويش لا سيما أن اللاعب غير مرتبط حاليا بأي نادي داخل بلاده أو خارجها وتقدر الإشارة إلى أن هشام بوسفيان مهاجم الإسماعيل الجديد يبلغ من العمر 26 سنة ولا عبد من صفوف منتخب الشباب الأولومبي ببلاده بعد إنهاء احترافه مع ملجة الأسباني الموسم الماضي تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية آخرها نادي الحزم السعودي ولكنه اعتذر عن تلبيتها إلا أنه رحب بارتداء الفنيلة الصفراء عن قناعة لرغبته أن يعيش تجربة احترافه في مصر ويستعيد تلقه مع الساحلة المستديرة من جديد